هنا تعز حيث المواجهات تنعقد عليها الرهانات الرجال هنا يقاومون الميليشيا الانقلابية بشجاعة نادرة وبإمكانية متواضعة ويواجهون بالقدر نفسه النسيان المتعمد لهذه الجبهة العسكرية الهامة في مسار استعادة الدولة خلال الساعات الماضية تقدم مقاتل الجيش الوطني في الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة تعز وبالتحديد في محيط معسكر التشريفات أكبر معقل عسكري متبق للانقلابيين الاشتباكات كانت عنيفة تمكن خلالها الجيش من إيقاع خسائر مؤلمة في صفوف الانقلابيين وسيطر على عمارة أرحب وعمارة الدهبل المحاذيتين لكلية الطب والمطلتين على شارع القصر والتي كانت تشكلان عائقا أمام تقدم قوات الجيش الوطني شرق المدينة طيلة الفترة الماضية مصور قناة سهيل كان مع المقاتلين وتعرض لرصاص قناص أصابته في يده وأسعف إلى المستشفى لتلقي العلاج في مواصل مقاتل والجيش الوطني تضييق الخناق على عناصر الميليشيات في معسكر التشريفات وكلية الطب والقصر الجمهوري وغير بعيد من هذا المكان تتعرض أحياء تعز الشرقية للقصف العنيف بمختلف أنواع القذائف والصواريخ من المواقع التي يسيطر عليها الانقلابيون في الحوبة وخصوصا من الدبابات المرابطة في تبة سفتيل القصف على مدى الأربعة والعشرين الساعة الماضية تسبب في مجزرة جديدة راح ضحيتها ستة مدنيين وجرح أحد عشر آخرين بينهم أطفال يتحلق هؤلاء الأطفال حول جثة أمهم وأخرى لأطفال من سنهم كانوا ضحايا ذلك القصف الذي يستهدف بصورة رئيسية ترويع المدنيين وإذلالهم تعز حاضرة في حضرة الموت وغائبة تماما عن ضمير العالم الذي لا يزال يسكت عن العنف الذي يستهدفها منذ أكثر من عامين ويصرخ ويصم الآذان حتى لا تفقد الميليشيا الانقلابية سيطرتها على ميناء الحديدة يا لها من مفارقة